يشتكي عدد من الأئمة ومن القيمين الدينيين حرمانهم مثلا من بعض المناحي المالية التي يستحقونها لبعض النشاطات وفي هذا الإطار يمكن تسلط الضوء على قضية ثم إطارتها في البرلمان مؤخرا حيث أن برلمانيا عن حزب الاستقلال سأل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن مرشد لم يتلقى من حتى شهر رمضان منذ عام 1982 دخل البرلمان على خط قضية واعد ومرشد في وضعية خاصة بفعل الإعاقة حيث لم يتوصل بتعويضاته لسنوات حيث جاءت مبادرة البرلمان عبر سؤال كتابي يسائل عن الإجراءات التي ستتخذ لتمكين المعني بالأمر وهو بن قاسم السيوطي من مستحقاته المالية الكاملة وذلك مراعاة لظروفه الصحية والاجتماعية الصعبة حيث أحال النائب البرلماني محمد الرقاني باسم حزب الاستقلال بالحي الحسني بالبيضاء على أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية طالبا توصل به من طرف بن قاسم السيوطي يوضح فيه أنه منذ أن نقل من جوار القصر الملكي بحي الأحباس إلى حي الجماعة بالحي الحسني سنة 1982 لم يتوصل بأية منحة لشهر رمضان إلى حد الآن كما أنه لم يحصل على منحة ستة أشهر الأخيرة لسنة 2007 وكذا 2008 وحسب نص السؤال البرلماني ففي شهر أبريل لسنة 1999 أخبر مندوب الوزارة صخور السوداء المعنية بالأمر بأن هناك ميزانية مسجلة باسمه حيث طالب منه الرجوع بعد أيام ليربط الاتصال مع مصالح وزارة الأوقاف قصد محي المبلغ المتفق عليه إلا أنه أحيل على التقاعد ليظل ملفه معلقاً ويراسل بعد مصالح مكتب التوجيه الديني بالوزارة مرفوقة بوثائق تتبث إعاقته إلا أنه لم يتوصل بأي رد إيجابي قناة إبراهيم أبو جابر رحلة تيفي ترجمة نانسي قنقر